في سابقة تاريخية تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بإدانة ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قرار وافقت عليه أربع عشرة دولة من بينها فرنسا بينما امتنعت واشنطن عن التصويت في خطوة هي الأولى منذ عقود أعاد مجلس الأمن التأكيد على توافقه في الأراء التي تفيد أنه ما من صلاحية قانونية لهذه المستوطنات الولايات المتحدة أرسلت رسالة واضحة بضرورة توقف هذه المستوطنات علنا وفي الكواليث على مدى خمسة عقود إسرائيل رأت في تمرير الولايات المتحدة للقرار تخليا عنها ووصفته بأنه قرار ضد إسرائيل وليس ضد المستوطنات حسب وزير في الحكومة أما بن يامي نتنياه فأكد عدم التزام بلاده بالقرار ورفضه له واصفا إياه بالمشين الردود الرافدة للامتناع الأمريكي جاءت أيضا من الكونغرس حيث وصفه بول رايان رئيس المجلس والسيناتور جون مكين بالمشين وبأنه ضربة للسلام وتواطئ ضد إسرائيل أما الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فذهب أبعد من ذلك حيث قال في تغريدة له إن الأمور ستتغير بعد العشرين يناير في الأمم المتحدة وهو الموعد الذي سيتسلم فيه مهام عمله كرئيس للولايات المتحدة الرئاسة الفلسطينية قالت من جانبها إن القرار صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية ويوم نصر للقضية الفلسطينية وإدانة بإجماع دولي كامل للإستطان ودعم قوي لحل الدولتين أثبت هذا التصويت أن الشعب الفلسطيني غير يتيم الشعب الفلسطيني العالم كله معه ويريد العدالة إله وإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال ومن ثم تطبيق حل الدولتين قرار يمس قضية عربية خالصة قدم هذه المرة للتصويت بطلب من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا وسنيغال بعد أن سحبته مصر بطلب من ترامب وهو الأول ضد إسرائيل منذ ثمان سنوات في مجلس الأمن